بعدما تبين أنها ستحسم السبت أجلت إلى منتصف الأسبوع أو قد يصل إلى نهايته تأخير حسم ملف الكابينة الوزارية لا يصب عند مصلحة المواطن ولمختلف الزوايا بحسب خبراء السياسيين فقد أكدوا على أن التأخير هو بسبب تمسك أحزاب سياسية بإرادتها الرامية لنيل مناصب من الحقيبة الوزارية المقبلة وأيضا جاء التأخير للوصول إلى نقطة تتراضى فيها جميع القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة بالآون الأخيرة نجد بعض التعطيلات من بعض القوى السياسية التي أوهمت الرأي العام على أنها داعمة للكابينة الوزارية لكنها في توزيع المناصب أصرت على كسب المناصب بالطريقة التي كانت تقليدية وبالتالي هذا لا ينتناسب مع المرحلة القادمة على احتبار أن المرحلة القادمة تتطلب منها إنجازات وهذه الإنجازات يجب أن يلتمسها المواطن العراقي فيما أكد مراقبون على أن الحكومة في حال شكلت على أساس المحاصصة فإنها ستكون ضعفة لا تلبي تطلعات العراقيين في بلد مزدهر وقوي فالمحاصصة بكل أشكالها تضعف عمل الحكومة كسابقاتها ولا تمكنها من تقديم خدمة نتيجة ضغط الأحزاب على السلطة التنفيذية بحسب خبراء السياسيين كل الحكومات التي بنيت على أساس محاصصاتي كانت ضعيفة ولا ترتقي إلى مستوى الإداء الحكومي وتقديم الخدمات للمواطن العراقي فمن المتوقع أن تكون حكومة السيد محمد الشياء السوداني حكومة ضعيفة لا ترتقي إلى مستوى خدمة المواطن العراقي كثيرة هي المشاريع المتوقفة والمشكلات المتراكمة التي تحتاج لحكومة قوية حتى تفك عقدها وهو ما لا يتناسب مع حكومة مبنية على أساس إرضاء الأحزاب للمواطن البسيطة تأخير حسم ملف الكابينة الوزارية بحسب خبراء سياسيين هو نتيجة إصرار كتل سياسية لنيل مناصب في حقيبة الوزارية المقبلة وهو ما أثار مخاوف العراقيين من عودة سيناريو المحاصصات الحزبية من بغداد محمد فراس قناة تغيير